سين هل يجوز للخاطب النظر إلى صورة مخطوبته قبل أن يتقدم لخطبتها جيم أجاز الشارع نظر الخاطب إلى المخطوبة لحصول المصلحة الراجحة من وراء ذلك والأصل أن ينظر إليها ذاتها لا إلى صورتها لأن المصلحة المتعلقة بالنظر لا تحصل كما ينبغي إلا بالنظر إلى ذات المخطوبة ولأن الصورة لا تحكي الحقيقة غالبا إلا أنه ربما لا يتمكن الخاطب من النظر إلى المرأة فيحتاج إلى النظر إلى صورتها فيتحصل له بالنظر إلى الصورة انطباع عام يمكنه به أن يقرر بصورة مبدئية الموافقة أو الرفض حتى إذا ما تمكن من النظر إليها بعد ذلك قطع بالخطبة أو عدمها فإذا احتاج الخاطب إلى النظر إلى مخطوبته فلم يتمكن إلا من النظر إلى صورتها وكان جادا في خطبته فلا حرج في ذلك للمصلحة الراجحة ولكن بشروط منها أن يكون الظاهر من الصورة هو وجه المرأة وكفاها وما جرت العادة بكشفه أمام المحارم كالرأس والرقبة وأن تكون رؤيته للصورة عن طريق وسيط ثقة مؤتما وأن لا يحتفظ الخاطب بهذه الصورة وأن لا يراها غيره ومتى صرف الخاطب رأيه عن هذه الخطبة لم يحل له أن يحتفظ بهذه الصورة ولا أن ينسخ منها شيئا ويجب عليه أن يردها إلى صاحبتها أو الوسيط الذي توسط في إيصالها والله أعلم بكثرت ất